بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام بروس رحمة العالمين فسألنا قول الله سبحانه وتعالى سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة نحن له وعبدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالون ولكم أعمالكم ونحن الله مخلصون قلنا أن هذه الآيات جاءت إكمالا وتفصيلا للآيات السابقة التي قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قالوا الأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اليهود الذين هم بحيان ظهرني محمد صلى الله عليه وسلم والنصار أيضا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كونوا هودا أو النصار تهتدوا اليهود قالت للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كونوا هودا والنصار قالت للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كونوا نصار تهتدوا فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا أردت الهدى يعلم يا محمد فاتبع ملاتنا فنحن على الهدى فقال رب العمين سبحانه وتعالى أميرا للرسول صلى الله عليه وسلم قال قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من مشقين قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من مشقين لأنهم مشقون هم مشقون بالله صلى الله عليه وسلم أزيرا أو المسيح فملة إبراهيم حنيفا وما كان من مشقين ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا لأن هذا هو الإمام الصحيح فقلوا أمنا بالله لأنك إذا لم تؤمن بالله وما أمرك أن تؤمن به فأنت لا استممنا بالله لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قلوا أمنا بالأصحابه في الآيات التالية قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق ويعقوب والأثباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن نوم له مسلمون فنؤمن بالله سبحانه وتعالى وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصباط لأنهم كانوا على الحنفية السمحة ولم يكونوا هودا أو نصارى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبينا من بعدهم جاء أنبياء كثيرون جاء أنبياء كثيرون إلى بني إسرائيل بعد من بعدهم لأن نفرق بين أحد منهم ونحن الله مسلمون هذا هو الإسلام الصحيح لأن هذا هو الإسلام والانقياد التام من رب العمي سبحانه وتعالى فمن فرق بين نبيين ونبي كما قال ذلك إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمنوا بعض ونكفروا بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكفرون حقا وعتدنا للكفرين عذابهم مهين فذلك قال قال في الآية التالية فإن أمانوا بمثل ما أمانتم به فقد اهتدوا فإن أمانوا مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن أمانوا يا محمد بمثل ما أمانتم به فقد اهتدوا هذا هو الإيمان الصحيح الذي يريده رب العالمي سبحانه وتعالى وقلنا أن هذا أيضا يبين أن من شزء عن الإسلام وهو يعني يقوله كذبا أنه ينتمي الإسلام من الطائف الضالة كالروافض والشيعة فهم أيضا سدخلوا على النار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افتلقت النصارى على 71 شعبة وافتلقت اليهود على 71 شعبة والنصارى على 72 شعبة وستفتلق أمتي على 73 شعبة كلهم في النار إلا واحدة فقالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه الآن أنا وأصحابي فهذا هو الإيمان الصحيح فالقرآن وحملوا أوجه فإن أمانوا بمثل ما أمانتم به أي فين أمانوا بالإيمان بمثل الإيمان الذي أمانتم به فقد اهتدوا وإن تولوا أي رفضوا وعرضوا فإنما هم فيه شقاق وبيلنا أن نقول إن كلمة شقاق معاناها محاربة لرب العالمي سبحانه وتعالى وكما قال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في سوة الأنفال وما يشاق الله وما يشاق الله فإن الله شاد العقاب وقال سبحانه وتعالى ولولا أن كتب الله عليه ملجبلاء العذابهم في الدنيا ولولا أن في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما يشاق الله فإن الله شاد العقاب فإنما هم في شقاق إنهم في مشقة في مشقة أي في محاربة لرب العالمي سبحانه وتعالى إذن إذن يؤمنوا بنفس الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم في حرب مع رب العالمي طبعا ما قالوا الشقاق معناها المشقة الشديدة لأنهم من يعرض عن زكر الله فإن لهم عيشة تنضنكر ونحشرهم قيامة أعمى فسيكونون في مشقة لأنهم سيحاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحبهم الصحابة ويقتلوا ويؤسروا وتسلب أموالهم وهذا ما حدث فعلا إنهم في شقاق إنهم في مشقة شديدة ونحن برضو إن الشقاق معناها هم في نزاع فيما بينهم قولا للشقاق إن الله سبحانه وتعالى ألقى بينهم العداوة والبغضاء اليوم القيامة قولا ما أوقادوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لحب المفسدين قاموا قال في سوة المائدة والقرآن يفصل بعضه بعضا أنه سبحانه وتعالى أعقابهم بأن فرقهم وشتتهم وجعل بينهم التلاح والشقاق اليوم القيامة سواء كانوا نصار أو اليهود أعقابا لهم لأن أي قولنا قبل ذلك أيما قوم اكتمعوا على باطل أو على ظلم انقلبوا على بعضهم من بعض لا يمكن ناس تكتمع على باطل ويظلوا على قلب رجل الواحد أبدا بل يصليتهم ربهم سبحانه وتعالى من أعانى ظليما على ظلمه سلطه الله عليه فينقلبوا على بعضهم من بعض ويصبحوا في طلاح وفي الشقاق فإنهم في الشقاق سكفيكهم الله هو السميع العليم وهذا وعد من رب العالمي سبحانه وتعالى الرسول وفعلا أنجز الله وعده الرسول صلى الله عليه وسلم فأكفهم فانتصر على اليهود وأجلى كل قبائل اليهود من المدينة سواء كانت بانو خينقاع وبانو النظير وخيبر وبانو قريزة حتى أنه قتل باني قريزة جميعا إلا ستة أو خمسة لأنه خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يدخلوا الأحزاب في غزوة الأحزاب أو في غزوة الخندق من حصونهم وكانوا بينهم من رسول صلى الله عليه وسلم معهدة فحاربهم رسول صلى الله عليه وسلم وضرب أعناقهم جميعا بأمر من رب العالمي سبحانه وتعالى فستكفيكهم الله هو السميع العليم سميعوا لما يفعلون سميعوا لما يقولون من كذب وبهتان وكفر وقالت اليهود يدوا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما يقالوا ما لداه مبسوطة تاني لهم يسبون رب العالمي سبحانه وتعالى ويسخرون من القرآن ويسخرون من فإذن رب العميل سبحانه وتعالى يسمعهم وكذبهم على مريم وقولهم على مريهم بهتانا عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم وكتمهم من الصفة الرصاصة المنعة في كتبهم وهذا كل هذا رب العميل سميع عليم بمواطن الأمور عليم بنوايهم الخبيث صعي عقبهم عليهم سميع عليم يدخل أحدهم فيه يعني كانوا من عادتهم أنهم يجعلون الناس يختسل بماء الذي يختسر به القسيس ويسموه ماء مصلية أو مصلة كما قال بعضهم عن الماء وهذا ماء يكون فيه نجاسة وتكون رائحته كريهة لأنه فيه أدران وأوساخ فأما أما أما المسلمون فعندما يدخل أحد الإسلام فإنه يختسل غسل الجنابة أو غسل الإسلام بماء طاهر فكان رب العميس سبحانه وتعالى يقول هم يسبقون أولياءهم أو النصارع فيهم بماء نجس أما نحن فنصبخ الناس بماء طاهر ورب العميس سبحانه وتعالى يعني كسيم العرب كانوا تجارا وكانوا عملون في مجال الملابس فرب العميس سبحانه وتعالى يشبه الدين وهذه استعارة تصريحية الدين بالصبغة التي هناك أصبغ تكون وهذا الكلام يعرفه تجار اليمن أو صنع اليمن الملابس أو الذين يصنعون الأقمشة الأصبغ سرعان ما تبهد وتختفي وتزول أما صبغة الله سبحانه وتعالى فلا تزول أبدا فكان رب العميس سبحانه وتعالى يقول لهم إذا استبغتم بأي صبغة أو بأي دين غير دين الإسلام فستبهد هذه الصبغة كالذي يصبح جسده بشيء ليستره ثم سرعان ما تزول هذه الصبغة فيتعرى وينكشف أمام الناس فستنكشفون يوم الخيامة وتبهد هذه الصبغة أي فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطرة الناس عليه أو دينه الله سبحانه على الإسلام فصبغة الله سبغة الله ومن أحزن الله سبغة أي إنسان إذا دخل في الدين تغير جلده تماما كأنه صبغ نفسه بصبغة غير التي كان عليها فالأصباغ غير دين الإسلام أصباغ مخشوشة باهتة سرعان ما تزول ويتعرى الإنسان ويرجع إلى طبيعته أما زغبة الإسلام فهي باقية إلى يوم القيامة حتى يدخل المؤمن المسلم الجنة فهذا زي قال رب العمين سبغة الله لأن السبغة سرعان ما تزول لكن سبغة الله لا تزول أبن فتشبيه سبغة الله ومن أحزن الله سبغة ونحن الله عابدون قل أتحاد دوننا سبغة الله ومن أحزن الله سبغة ونحن العابدون قل أتحاد دوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ونحن الله مخلصون قل أتحجوننا قل لهم يا محمد أتجادلوننا في الله والحجم المحجاه هي المخصمة بالحجة المجادلة بالحجة وكلمة المحجاه تأتي من حاجة لذلك سمي الحاج حاجا لأنه يحتاج إلى رب العالمين فيحج إلى بيت الله لحاجته لرب العالمين والمحاجاه أيضا تكون لحاجة لإنسان عندما يجادل إنسانا آخر وفيريد أن يثبت وجهة نظره أو رأيه الصحيح بالحجة أو دين ذلك سمبتت كلمة حجة من المحاجاه أو من المجادلة ألم ترى إلا تحاج إبراهيم في ربه أن يتاه الله الملك ذلك قال رب العالمين في سلوط الأنعام وحاج إبراهيم قوم وحاجه قوم وقالوا أتحاجونني في الله وقد هداني وذلك قال وتلك حجاتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء فالحجة تكون بالدليل وبالبرهان لذلك قارع إبراهيم عليه السلام أن نمروز بالحجة لم ترى الذي حاجة إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي وميت قال أنا وحي وميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المرشق فأتي بها من مغرب فبوحة التي كفر والله لا يهدي قوم فبوحة التي كفر فلم يستطع أن يرد لأن قرعه إبراهيم عليه السلام بالحجة فلذلك سمي أقول أتحاجوننا أتجاجوننا في الله والحجة والدليل معنا فالحجة إذا كانت ليس بدليل فتعتبر المراء وتعتبر الجدال بالباطل لذلك أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لماذا لم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه نحن أولى بالله منكم وكتابهنا أفضل من كتابيكم ونبينا أفضل من نبيكم ولانها كتابنا لأنكتابنا جاء قبل كتابيكم ولانها نبينا جاء قبل نبيكم فقال ربنا عبد سبحانه وتعالى محمد قل لهم أتخاصموننا وتجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم ربنا واحد ربكم واحد ومن الذي أرسل موسى وعيسى هو الله ومن الذي أرسل محمد هو الله ومن الذي أنزل الطورة والإنجيل هو الله ومن الذي أنزل القرآن هو الله فكيف تكونوا أولى بالله مننا أو تقولوا لأنهم كانوا يقولون نحن على الهدى وأنتم على الضلالة فأين دليلكم على ذلك أليس ربنا واحد الذي أنزل الطورة والإنجيل والذي أنزل القرآن والذي أرسل موسى وعيسى وأرسل محمد فلماذا تقولون تكونون أنتم على هدى ونحن على الضلالة وربنا وربكم واحد وليس ربنا لو كانوا الرب مختلف جائز لكن ده الرب واحد فكيف تكونوا أولى بالله مننا وربنا والذي أرسل محمد هو الذي أرسل موسى وعيسى هو الذي أنزل كل الكتب فأين دليلكم على ذلك أنتم تحجون والمحاجعة تحتاج إلى حج تلقى حجتنا أين حجتكم أين دليلكم ليس عندهم دليل بل يكونون دليل كذبا ووهتلا قل أتحاجوننا في الله كلام لليهود والنصارى وهو ربنا وربكم ولنا أعمالون ولكم أعمالكم سنى الله لكم أعمالا وشرائع وسنى لنا أعمالا وشرائع كانت في زمانكم ونحن الآن في زماننا لنا أعمال وشرائع غير أعمالكم ونحن لا مخلصون ونحن مخلصون ليه لأننا نعمل بالأعمال والشرائع كما أنزلت أصحابا رضا عنهم والتابعون أصحابا والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين يعملون بما أنزل بالقرآن وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل فإذا نحن لا مخلصون أما أنتم فلستم مخلصين لأنكم غيرتم في دين الله وغيرتم في شراء الله سبحانه وطعا أمدتهم أو زيرا ايه من دون الله واشرقتنا بن الله سبحانه وتعالى وعبدتم المسيح وبدلتم وغيرتم في شراء الله سبحانه وتعالى اعمالكم وعليكم بما فيها من الحسنات وعليكم الأوزار ونحن لن أعمالون كما قال الله سبحانه وتعالى لكم دينكم وليها دين ونحن لها مخلصون لأننا نتميز عنكم بالإخلاص التام لأننا نشرك بالله سبحانه وتعالى فنحن فيها السبح التي جاء بها إبراهيم وعليه السلام ولم يكن فيها شرك بالله سبحانه وتعالى لم يكن فيها شرك بالله سبحانه وتعالى أمام أنتم فأنتم مشركون بالله سبحانه وتعالى أشرقتم بالله سبحانه وتعالى عزيرا والمسيح ونحن لا مخلصون أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وأسحاق وإعقوب وأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم وأم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله ومن الله بغفر عما تعملون أم تقولون يا يهود ويا نصارى أن إبراهيم وأسحاق وإعقوب وأسباط كانوا هودا أو نصارى أين دليلكم على ذلك بل هذا كذب قل أأنتم أعلم وأم الله رب العالمي سبحانه وتعالى الذي أنزل في كتابكم الذي تؤمنون به كذبا وتقول لكم تؤمنوا به قال أن من جاء بالطورة هو موسى عليه السلام من جاء باليهودية هو موسى عليه السلام من جاء بالإنجيل هو عيس عليه السلام وأن إبراهيم عليه السلام جاء بالحنفية السامحة والتوحيد الذي جاء به موسى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقد نسخت الطورة والإنجيل بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون ذلك ومكتوبون ذلك في كتبكم فإذا أنتم أنتم أعلم أم الله سبحانه وتعالى الذي قال هذا الكلام في كتابكم الذي أنتم تؤمنون بي أو تدعون كذب أنكم تؤمنون بي قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله كلام موجه لليهود فليس أحد أظلم منكم لأنكم كتمتم قلتم على اليهود والنصارى أنهم أنا إبراهيم وإسماعيل وأسحق والعقوب والأسواء كانوا هودا ونصارى قالوا أنه قالوا نصارى وهذا كذب فأنتم كتمتم هذه الشهادة وأنتم تعلمون أنكم كذبون وأن هذا ينافي ما هو موجود في كتابكم فكتمتم وبعض العماء قالوا أنهم كتموا صفة ونعت الرصوص على السلام في كتابهم فليس أحد أظلم ممن كتب العلم وكتب الشهادة شهادة لأنه هو مكتوب في كتبكم أو أنتم تشهدون عليه يجب عليكم أن تبلغونه للناس ولكنهم بدلوه وحرفوه وغيروه من ذلك قالوا سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله وما الله بغافل عما تعملون من أقوال وأفعال كفرية وهي لا تحصى كفرت بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفرت اليهود بعيسى وكفرت النصارى بموسى ثم انقسم كل من طواقف منهم إلى طواقف وكفروا بعضهم البعض ثم جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكاتبوا صفته ونعته في كتبهم ليصدوا الناس عن الدخول في الإسلام وغيروا وبدلوا في دين الله ناكلوا عن يوم الجمعة وتخذت اليهود السبت وتخذت نصار الأحد ابتدعوا الرهبانية وليس عندهم الرهبانية ابتدعوا سكة الغفران قبلوا الرشا وتعاملوا بالربا وقالوا قولهم على مريا مبهتانا عظيمة وقالوا لهم أن قتلنا مسيح عيسى بن مريا وقتلوه ما صلبوه ما لكن شبها لهم وغيروا وبدلوا في شرع الله وحزفوا الرجمة من كتبهم وجعلوا بينما كانت التحميم والجلد فإذا كل ما عملوه وقولهم على أنهم لن يدخل الجنة إلى من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم فقالوا ودعوا كذبا أنهم لن يدخل الجنة إلى من كان هودا وقالوا لن يدخل الجنة إلى من كان نصارى وقالوا لرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي أنكم سيدخلوا النار ودعوا كذبا أقوال لا تحصى وبعضهم قال أن النار ستخلق أربعين يوما ثم تندسر وتنظر وتنتهي ولا يكون أحد في النار كل هذه أقوال كذبة وليس لها أي دليل في كتبهم وقالوها كذبا وبهتنا فأم الله بغافر عما تعملون يا يهود ويا نصارى أقولوا قولي هذا أستغفر الله لكم وتوجدوا في الجرس وستغفرنا ساعدون عشر السنة أقولوا قولي هذا أستغفر الله لكم